أرغب في إعطائكم مثال بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر في عام 2003 عندما ذهبت إلى أمريكا هبطت في لوس أنجلوس وكوني داعية كنت جاهزا للاستجواب عندما أبطت في مطار لوس أنجلوس في هذا العام أعرف أنني هدف سهل طاقية ولحية معطف وربطة عنق أبدو كالمهرج أنا أعلم أنني هدف سهل وهذا يساعدني للقيام بالدعوة بمجرد أن يروني يقولوا حسنا اذهب للاستجواب أو التحقيق ضابط الهجرة سألني لماذا أتيت إلى هنا فقلت له لأستلم الجائزة قال لي أي جائزة ماذا تفعل فقلت أنا أنشر بالحق عيسى عليه السلام يقول تحدث بالحق والحق سوف يحرركم وظيفتي هي أن أتحدث بالحق وأنشر الحق فأنا داعية فسألني هل أنت وهابي فقلت له هل تعلم أن وهاب اسم من أسماء الله في القرآن أنا عبد الوهاب فقال لي لا 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 هل أنت شيعي أم سني فقلت له لا يوجد شيعة وسنة في القرآن أنا مسلم قلت له أن الله يقول في القرآن في صورة الأنعام رقم ست الآية رقم مئة تسع وخمسون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء الإسلام لا يشجع على التفرقة كل هؤلاء الأئمة العظماء أبو حنيفة وأحمد بن حنبل والشافعي والمالكي إنهم علماء كبار جاءوا ليرشدون ليس لتفرقة المسلمين بل لتوحدهم ثم أرسلوني إلى التفتيش وكنت جاهزا عندما فتحوا حقيبتي وجدوا شريط فيديو لي بعنوان الإرهاب والجهاد وكانت في غلاف ذلك الشريط بندقية صورة بندقية فسألني ضابط التفتيش هل تؤمن بالجهاد؟ قلت نعم حتى عيسى المسيح يؤمن بالجهاد لقد قال يجب أن تكافح وتناضل وأنا أؤمن بالجهاد لذا أكافح وأناضل قال لا 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 ما أعني هل تؤمن بالقتل؟ قلت له عيسى المسيح قال خذ السيف وقاتل في إنجيل لوقة الإنجيل يتحدث عن القتل في سفر الخروج الإصحاح 22 العدد من 18 إلى 20 أنك يجب أن تقتل القتل والقتال مذكور أيضا في سفر الخروج الإصحاح 32 العدد 27 و28 وكذلك في سفر العدد الإصحاح 31 الأعداد من 1 إلى 18 وفي إنجيل لوقة الإصحاح 19 العدد 27 وفي إنجيل لوقة الإصحاح 22 العدد 36 قال عيسى عليه السلام خذ السيف وقاتل ضابط التفتيش سألني سيدي سيدي هل يمكنني أن أسألك سؤال آخر؟ فاتصلت بالشخص المستقبل الذي ينتظرني خارجا قلت له لا تقلق أنا أقوم بالدعوة هنا اقتبست من كتبهم لأجعلهم يفهمون الإسلام قمت بهذا في العديد من المرات ولكن لسوء الحظ في السنوات الأخيرة بسبب شغرتي أصبحت عندما أدخل يعرفون اسمي ذاكر نائك داعية أصبح اسمي مسجلا لديهم في الكمبيوتر لم تعد لدي تلك الفرصة لأدعوهم بسبب قناة السلام والآن العالم الغربي ولأنني أشرح الإسلام بطريقة صحيحة لا يرغبون بذلك إذا استمرنا على هذا الحال الكثير من الناس سيعجبون بالإسلام لهذا السبب يحاولون ما يستطيع فعله ليجعلوني غير قادر على نقل الرسالة وأنه من السهل جدا أن تقوم بالدعوة سهل جدا في الهند لم تكن لدي أدنى مشكلة مع الهندوس كنت أخبرهم بأنهم إن قاموا بقراءة مهاباهاراتا وهو أحد الكتب المقدسة للهندوس فلو قرأوا المهاباهاراتا فإن فيه آيات تتكلم عن القتال أكثر مما يوجد في الكرآن عدد الآيات التي تتحدث عن القتال في المهاباهاراتا أضعاف عدد الآيات في الكرآن لكن الهندوس يخبرونني بأن هذا القتال هو قتال الحق ضد الباطل فأقول لهم أنه نفس مفهوم القتال الذي ذكر في الكرآن قتال الحق ضد الباطل فيقولون إذن ليست لدينا مشكلة في ذلك ذلك سهل جدا إذا قرأتم البهاغفاتا جيتا وهو أكثر الكتب قراءة من بين الكتب الهندوسية المقدسة كلها هو عبارة عن إرشادات يقدمها كريشنا الذي يعتبره الهندوس إلها إلى أرجون في ساحة المعركة فإن قرأتم بها غفادا جيتا الإصحاح الأول الأعداد 45 و46 و47 فإن العدد 45 في الإصحاح الأول يقول أن أرجون قد ترك كل أسلحته على الأرض في ساحة المعركة ترك كل أسلحته على الأرض في ساحة المعركة وقال أنا أفضل الموت بدون سلاح على أن أقاتل أبناء عمومتي إن كنتم تعرفون ماها باهاراتا فإنها قصة عن أولاد عم يتحاربون مع بعضهم البعض البندفاس وهم خمس والكاروفاس وهم مئة يتحاربون مع بعضهم البعض إذن أرجون يقول أنني أفضل الموت دون سلاح في ساحة المعركة على أن أحارب أبناء عمومتي وبعد بضعة آيات أخرى في البهغافاتا جيتا الإصحاح الثاني الأعداد 2 و3 يقوم كريشنا الإله العظيم بالنسبة للهندوس بإعطاء النصيحة يقول لأرجون يا أرجون كيف لك أن تكون بمثل هذا العقم؟ كيف لك أن تكون خائفا إن القتال أحد واجبات الشاطرية؟ من يقول ذلك؟ كريشنا يخبر أرجون عن القتال من واجبات الشاطرية والآن أنا أخبرتكم بأن كريشنا يخبر أرجون بقتل أبناء عمومته فهذا سيكون شيطانا لأنه اقتباس خارج الصياق لأن ما يقوله كريشنا هو أنه يجب نصلة الحق حتى لو تطلب قتال أبناء عمومتك فيجب أن تكون أقرب إلى الحق كما يقول القرآن في صورة النساء الصورة رقم 4 الآية رقم 135 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين وإن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولكن إذا اقتبست خارج الصياق هنا سيكون ذلك شيطانا جدا والعديد من نقاد الإسلام يقومون بالاقتباس من حديث الرسول محمد الشهير والذي اقتبسته قبل قليل فإن رسولنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري الكتاب 4 باب الجهاد الحديث رقم 46 وتوكل الله للمجاهدة في سبيل الله بأن يتوفاه فيدخله الجنة أو يرجعه سالما بما نال من أجر أو غنيمة فإذا قرأتم البهغفات جيتا الإصحاح الثاني العدد 37 فإن كريشنا يقول لأرجن يا أرجن هؤلاء الذين جاءت لهم الفرصة ليقاتلوا هم أشخاص مباركون وإذا قتلت في أرض المعرقة سوف تذهب إلى الجنة إلى الثردوس وإذا عدت سالما فإن الله سيكافهك بغنائم الحرب نفس الكلام بالضبط المذكور في صحيح البخاري الكتاب 4 باب الجهاد الحديث رقم 46 هو المذكور في البهغفات جيتا الإصحاح الثاني العدد 37 فعندما يقوم النقاد مثل أرون شوري باختلاق أخطاء من القرآن فإنهم لم يكونوا قرأوا كتبهم المقدسة الهندوسية ذلك سهل جدا فأنا لا أواجه مشاكل أبدا في حديثي مع الهندوس مع غالبية الهندوس عندما يسمعون حديثي ما عدا ربما بعض السياسيين فالسياسيون يحبون خلق الفتنة والاضطراب لذا ربما لا يعجب السياسيون حديثي لأن ذاكرة يقوم بالتقريب بين الهندوس والمسلمين فيقومون بخلق الفتنة ولكن غير ذلك فأنا ليست عندي أدنى مشكلة في دعوة الهندوس العادي وأنا أقتبس من الكتب المقدسة لهم ليفهموا الإسلام بشكل أفضل العديد من نقاد الإسلام يقتبسون الآية الشهيرة في سورة التوبة رقم 9 الآية رقم 5 فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وأرون شوري في كتابه اقتبس نفس الآية وأعطى الدليل قال أن القرآن يقول في سورة التوبة رقم 9 الآية رقم 5 إنما وجدتم الكافر وضع بين قوسين كلمة هندوسي فاقتلوهم وعندما تفتح القرآن سورة التوبة رقم 9 الآية رقم 5 ونقرأ الترجمة تجده يقول فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ولكنها خارجة عن السياق لتفهم السياق ابدأ من الآية رقم 1 في سورة التوبة كان هناك معاهدة سلام بين المسلمين ومشرك مكة معاهدة السلام هذه نقدت من طرف واحد وهم مشرك مكة وعندما وصل الله تعالى للآية رقم 5 أعطى تحذيرا نهائيا لمشرك مكة صححوا الأمر في خلال أربع شهور وإلا فسيكونوا إعلانا للحرب وفي المعركة عندما يأتي الأعداء الكفار ليقاتلوكم أو يهاجمكم فاقتلهم ولا تخف واقعد لهم في كل مرصد هذه الآية تتحدث عن معركة عندما يقوم العدو بنقد العهد ثم يحاربك ويهجم عليك فلا تخف وهجم عليه وهذا طبيعي قائد أي جيش ليعزز معنويات الجنود لن يقول لهم اهربوا سيقول لهم عندما يأتيكم العدو هاجموه وهذا ما يقوله الكرآن إنها آية في المعركة أخرجوها من السياق وأرون شوري بعد اقتباسه للآية رقم 5 قفز إلى الآية رقم 7 أتعلمون لماذا؟ لأن الآية رقم 6 تجيب على مرضه سورة التوبة 9 الآية 6 تقول إذا قام الكافرين أو الأعداء بطلب السلام وهو قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون أي لا تعطيه لهم فقط بل خذهم إلى بر الأمان إذا قام الكافرين أو الأعداء بطلب السلام لا تعطيه لهم فقط بل خذهم إلى بر الأمان لعلهم يسمعون كلام الله اليوم أي قائد جيش يقول ذلك أقصى شيء يقوله لجنوده إذا طلبوا منك السلام فدعوهم يرحلوا أما الكرآن لا يقول دعهم يذهبون بل خذوهم إلى بر الأمان في الغالب كل آيات الكرآن عندما تتحدث عن القتال في المعركة فالآية التي تليها تقول السلام أفضل أي آية تأخذ من القرآن وتتحدث عن القتال في المعركة ضد الأعداء مباشرة تقول الآية التي تليها السلام أفضل حتى هذه الآية تقول ذلك إذا أرادوا السلام فأعطه لهم القرآن صريح جدا فالآية التي قرأها القارئ في بداية اللقاء سورة المائدة خمس الآية إثنان وثلاثون والتي تقول من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا يقول القرآن هنا إن قام إنسان بقتل أي إنسان آخر سواء كان مسلم أو غير مسلم إن لم يكن لفساد في الأرض أو قتل نفس فكأنما قتل الناس جميعا وإذا قام شخص بإنقاذ أي إنسان سواء كان مسلم أو غير مسلم فكأنما أنقذ الناس جميعا هذه الآية في القرآن وحدها كافية لتثبت أن الإسلام ضد قتل أي شخص بريء سواء كان مسلم أو غير مسلم لا يوجد أي كتاب مقدس في العالم يقول إذا قتلت إنسان بريء كأنما قتلت الناس جميعا وإذا أنقذت إنسان كأنما أنقذت الناس جميعا الإسلام واضح وصريح قتل أي إنسان بريء محرم كليا أتذكر في ممبي في 2006 أعطيت محاضرة هل الإرهاب حكر على المسلمين كانت تلك محاضرة مختلفة ألقيت المحاضرة مباشرة بعد تبجير القطار في ممبي والأجواء في ممبي كانت متوترة الشرطة قالوا لي لماذا لا تعطي محاضرة لتوضح للمسلمين والمسلمين قالوا لي لماذا لا تعطي محاضرة لتوضح للشرطة فأصبحت على حد السيف في وضع حساس ألقيت محاضرة بعنوان هل الإرهاب حكر على المسلمين وبينت آرائي وفي وقت الأسئلة والإجابات أتى هندوسي وقال إذا كنت مسلما تعلمون آلاف المسلمين قتلوا في كجرات وآلاف المسلمات اعتصب ولاحقا كان هناك ذلك التفجير في ممبي أكثر من مئة وثمانية عشر قتلوا ونشر في الصحف بأن المسلمين كانوا وراء هذا التفجير لذا في وقت الأسئلة والإجابات قام هندوسي وقال إذا كنت محل المسلمين وآلاف المسلمين قتلوا وآلاف المسلمات اعتصبنا سأفعل الشيء نفسه وسأقوم بالتفجير في ممبي والجميع صفق له فقلت له أنت تتصرف كأي إنسان طبيعي هذه ردة فعل آلاف المسلمين قتلوا وآلاف المسلمات اعتصبن لكن أنا لا أستطيع أن أقوم بذلك أنا كمسلم لا أستطيع فعل ذلك بسبب الكرآن آخر أمر في الكرآن يحرم على أي شخص قتل أي إنسان بريء إذا فجر أي هندوسي في كجرات هذا لا يعطيني الحق في قتل الهندوس الآخرين في ممبي ذلك محظور في الإسلام فقط بسبب بعض الهندوس الذين ارتكبوا بعض الأخطاء في كجرات لا أستطيع أن أؤذي الهندوس في ممبي إذا قبضتم على من أخطأوا في كجرات فسلموهم للقانون وعاقبوهم لكن لا يمكنكم أن تنتقموا بقتل الهندوس في ممبي ذلك غير مسموح في الإسلام تخيلوا هندوسي بريء تضرر عائلته ستصبح عداوة للإسلام للأبد